ذات يوم افتقد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء التي كانت تلتقط العدان من المسجد فتنظفه اشتكى احدهم يوما وقد ظهر في كلماته انه لم يعد يرغب بالحياة قائلا لا احد يفتقدني لا احد يهتم لوجودي لا قيمة لي عند احدهم هذه رسالة ينبغي ان تصل لكل اب وام وزوج وزوجة وصاحب وصاحبة ففي كل اسرة وفي كل رفقة تجد انسانا مميزا يشعرك رغما عنك بوجوده اما بصلاحه وطاعته او بذكائه ونبوغه او بلطفه ودعابته او برجولته وتحمله للمسؤولية وعلى الجانب الاخر هناك الكثير ممن لا يلفتون انظارنا لانهم في انظارنا عاديون لا مجال للاهتمام بهم او السؤال عنهم ومع مرور الوقت يشعر هؤلاء انهم لا قيمة لهم فلا احد يهتم بهم ولا احد يسأل عنهم حتى يشعروا انهم مكروهون في كثير من الاحيان تمرض روح هذا الشخص ويشعر انه منبوذ وربما يكره الحياة والسؤال الان ما الذي سيكلفنا لو سألنا عن جميع اولادنا عن المتفوق وغير المتفوق عن الضحوك الاجتماعي وعن الانطوائي عن حافظ القرآن وعن الاخر الذي اكتفى بالفرائض بل والعاصي منهم ما الذي سيكلفك كزوج ان تهتم بزوجتك وتشعرها في غيبتها انك تفتقدها وما الذي سيكلفك كزوجة ان تشعر زوجك انك تفتقدينه وانك مهتمة لغيابه وان الحياة بدونه مظلمة ما الذي يكلفنا لو اتصلنا بصديقنا فلان ذلك الشخص العادي غير المميز ما الذي يكلفنا ان نحيي نفوس من حولنا بقليل من الاهتمام